صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من spot on وينما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوتك اللبنان راديو تمورو أستريليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصة فيه فيكم ترجعوا تحضروا هيدا الحلقة صوت وصورة ضيفة مش أول مرة بحاوروا ولكن بعرف انه صعب انه يطل بمقابلة عادة بيطل بعدد شخصيات ولكل شخصية بيعطيها حقها مع بصمة مختلفة اللي بيقلدن يعني هن نجوم أو على سكة الدرب النجومية وبيعطيهم إيمة مضافة بكل تقليد بيقوم فيه لأن بيضوع على كاركتيرهم وبنفس الوقت بيصنع منن حالة نحنا أوقات بحاجة نشوفها ونتعرف عليها ضيفة هو ميغاستار بكل ما للكلمة من معنى وما بيتكرر لأنه هيك قالوا عنه وهيدا هو الفعل لأن ما شفنا غيره باسم فغالي نجم من لبنان قدر يكون عربي وبنفس الوقت نجم عالمي بوجود شخصيات عديدة قلدها إن كان محلية أو حتى عالمية صباح الخير خجلت باسم كيفك؟ يعني عجد مرسي على الحكي الحلو وشو بدي أقول لك خجلت صراحة باسم أنت بتعرف أنه بتستهل أكتر بكتير بعد من هيدا الحكي لمواهبك وقدراتك وبنفس الوقت أفكارك يلي أنت بتصنعها بتحضرها بتنفذها شو فينا نقول دقاء أزاد يعني حبيت وقتها أبو سليم قال الفنين اللي بيعمل أحزيته فكانت كتير مهضومة منه هالجملة أنت بتعمل كل شيء يعني مختصر كان حلو بتعمل من الحزاء تبعك للشخصية للشعر للوك للأكسسوارات للتيب هيدا هو باسم في غارة يلي بيطلع بيقدم لنا شخصية باكيج نحنا بنتطلع فيها بإبهار باسم خبرني أول شيء بيوصل الوقت بتقول خلص الأفكار ولا دايما أنت مجموعة أفكار متجددة لا أبدا بالعكس خاصة بوجود هلأ السوشيال ميديا ممكن بوقت كنا كان صعب نفتش على فنانين جديد أو صعب نفتش على ريفرانس أو على شيء لأنه كان على VHS بس وننطرع على التليفزيون للموضوع هلأ بكبسة من يوتيوب بتمرن على الشخصية بعرف شو بتغني بعرف تريقة بعرف اسمها بشوف الحفلات فقبل كنا بس نسجل على التليفزيون ونحضر فبالعكس زادوا الأفكار بوجود سوشيال ميديا باسم ما بتحس انه كمان بمطرح معين في مطرح في مواهب عم تخلق بلا طعمة بس كمان بنفس الوقت عم بتأثر على المواهب الحقيقية يعني العالم صار تضيع شو بدأ تحضر وشو بدأ تشوف يعني ما بعرف انا انه مش رح صلح لك بس انه ما عم بضاينه انت مثل ما عم بتشوف انه ما عم بضاينه صح فوقع هنه وانا مش الشخص يلي بيقدر يعرف اذا صعب الوصول هلأ ولا لا عرف كيف فيمكن صعب الوصول ايه في عجقة بكل مكان باسم بيخلق اللوك الخاص فيه يعني اليوم انت جاي لعندي على الإزاعة دغري خلقت انه هاتفونز على دينيك بطريقة أرتستيك مع انت بتعرف انه صعب علي انا ما بحب ابدا ابدا انه الا عبر بشغلة فبس انه انت بتمون والإزاعة بتمون وخلص انا بدي لأ انا مبسوط اصلا وانت صلنا زمان من أجلة صلنا زمان من أجلة يعني خلصنا كله نحنا كل جماعة منقول لن نعمل مقابلة بلن نعمل مقابلة ساح رح نحكي عن كمان الاطلالات الحلوة يلي قدمتها عبر برنامج ستيج ورح نحكي عن كمان كل النجاح يلي قدمته خلال هيدا العام بس انت كل ما بدك تروح على مطرح بتفكر هاي المطرح شو بي البقله تلبسته يعني هل قدي بي كيدي خيارات ايه اكيد يعني عم تحكي انه هاي دي صورتك صورتك كفنان فبنتبه انه يعني تكون شوي هيك رذيذة يعني باسم فنينين اصعب من كل الفنينين يعني وقت يكون بده يروح على مطرح يعني بنشوف انه خلاص الفنينة هي اللوك تابعة لحفظته وبتحط دراس او اي شيء بينما انت بتكون بدك تخلق شخصية ايه طبعا طبعا والاصعب من هيك مش بس انه بدي زبيت حالة بدي زبيت حالة من جوة كمان لانه الاصعب ان اكون برات الدور وانت يمكن شايفني بالموتاج قللك دخيلك هون برات الدور انا ما تحطني نحنا ما بنكون شايفين انا عرفها انت بتتبقى ايش عقصة هيدا الاصعب يعني انتك تحضير نفسي لانه بنهاية انا ممثل ففي تحضير نفسي تكون بهيدا المزاج وليبس هيدول فما بعود في بعود في في فصمة كبيرة قلتلي انه صار بدنا صار بدنا ندقل لبسيكياتر هون لا لا انا بفهم قدي انت بتكون حريس يعني كمان بمطرح معين لتقدم الصورة الافضل للكاركتار اللي عم بتقلده لقلك انت تكون راضي فيمكن مش ان هيك هالقدي بيكي ولا هيك ضيانت يعني انت هنحكي عن الاشخاص يلي غربت سايرين بهتون بقلول انه شو ضيانت يه لا طب الالبيسي بيت اهلي يعني عرفت انه من ايام استاسي مواصمار لليوم انه الالبيسي بوصال لهونيك فيه نوستالجيا مش طبيعية وتوصال عرفت كيف فيه زيادة فيه انت انه فيه انا فيه عندي محبة للك واحترام لما وهبتك وفنك وفهمك بهذا العمر صغير ما انه هين فيعني بروح اوقات فيه ليلة ما نمت يعني رحت على التصوير قد ما مبسوط بالشخصية اللي بعدها ما قدرت اخفى يعني رحت بدون نوم سجلت وفيه شخصية شوي صعبة علي فيه شخصية صعبة انه قابلة تحضير انه يعني تنبر صوتهم مثلا بيكون شوي صعبة علي ولا لون المغنى يعني انا بغني كل انوان انا برتاح بالبيات مثلا بيجيني اغاني معمولة قلتلي انا ممثل ايه متقدم حالك كممثل او كمغنى او كشو او كحالة استعراضية هلأ هلأ ايه ما بقى فيه قدم شي صار فيه خلص يعني لبستني الحال صرت باسن فغارة بس بسم وين بسم الممثل يلي لازم يكون كمان بالمسلسلات يعني منشوف برا بالعالم الغربي فيه كتير اشخاص بتكون موجودة بالمسلسلات بتقدم كاركترات او بتطلع بشخصيتهم مثل اللي انت بتقدمه عندنا بالعالم العربي بعد ما فيه هيدا الشي هي سقافة بعد ما مصت والله ما بعرف هو انا بالنسبة لقالي انو مثل دور هو بفيلم او بشي دور مركب يعني حلم ودايما بسلق انو يكون الوقت مناسب اللي اعمل هيدا هيدا الحلم انو يكون عم بعمل شخصية عرفت يعني كيف ممثل بقد كيف اعتبر هلا مش هنقول انو اسامع جانب بس انو حلو يقدم واحد شخصية هيك مركبة بحب كتير بتحب تقدم ولا مر انعرض عليك ولا انعرض قصص انعرض قصص بس ما ما فيهم يعني ما شفت كرياتيفيتي انو تخليني روح صور اليوم المسلسل اللي لازم ينعرض على باسم لازم يكون بطورة باسم او ما بيهمك ما بهمني رول بقلب مسلسل بالعكس بريحني اذا التقل مش علي بريحني يعني انا بحب اتشارك كيف بقوله موهبتي مع اشخاص تاني ونلعب ما هو لعب بالنهاية في ناس بتقول باسم صعب وفي ناس بتقول باسم كتير بيكي وبيخاف على شغله وبيعمل قلق في ناس بتقول باسم ولا قطيب منه اهيان واحد ما قولت اتعامل معه انت شو بتعرف عن نفسك انت بدك تعرف لانه نحن تعملنا ببرنامج صورنا بحدود العشرين حلق يمكن مضعف اذا زعشتك وقدي زعشتك وقدي بيكي وقدي لا البيكي بيكي بس انت بتعرف تستوعي بهذا الشي يعني ما صار مشكلة ولا مرة لا اكيد لا الحمد لله لا بغير مطارح صار مشكلة بس انت بتعتبر حالك انه بمطرح معين لانه برفيكسيونيست هذا صعب بتكون اي اي اكيد اكيد قلتلك في حالة بدي فوت فيها بالشخصية هايدي هايدي السعبة اكتر من قصة تنورة وزنار وبروك شو اللي بيزعجك عادة فيه بدك تفوت بهايدي الشخصية لا شو اللي بيزعجك بالشغل يعني بالحواليك شو الامور يلي معقول تكون تزعج باسم وبتقول هول امور انا مزعجة بالنسبة للي او هلا كل فناني بيزعجوا انهم يعني يعني يكون محضر شي و بيستغرب انه يخف من قوته من التراك عرفت كيف عادة نستعمل التراك نحن هنعمل شي احلى فوقات بالتليفزيون لانه انا بحب المسرح اكتر بالتليفزيون يعني التراك بيرسجعني لوارة بدل ما قربني لقدام افهمت علي ايه افهمت علي فا اه بالاول من زمان ما كنت عارف وين الكاميرا حتى ما اتطلع بالكاميرا قد ما معوض على المسرح وعلى اللايف وعلى ريستورونات وعلى نهر الفنون وهيك الراحل سيمو اسمر هو علمك بتعتبره كان استيزك الاول كان عييت علي عييت انه ما اعرف انه في كاميرا الكاميرا اللي مدواية يا باسم كاميرتك انه ما اعرف ما اتطلع بالكاميرا بتعتبر هاي الاساوي كان لازم تقطع فيها باسم كلمة اللي تصير باسم ايه استيز هو تحرف انت جامع يعني كانك في الجامع باسم بتقول يا ريت ما بلشت بعمر السبعتعش يمكن بمطرح معين حطيت امام نجومية وشهرة وفي قادة شوي من البرايفسي طبعك او سنوات ما عشتها بحياتك لانك بلشت بكير انتليك كل انسان بيقطع باشي بقول انه اوقات بيكون زعلان او طعبان بيقعد بيتندم وبيتحصر وكذا بس لا الحمد لله لو ما كنت باسم في غارية اللي اليوم نعرفه شو ما عاود شو ما عاود كنت بعمل بحب حالي هيك بشي مرة في الكارت قلت يا ريت مسلا عملت شو عرفني طبيب او شو مرة اكون معصب مسلا والياريت كنت جارسون بفرنسا وقيتها شو شو عم بيصير بها الدنيا كل ما نحلم بوف ازا سمعت شو اسمه شي على الهيدا على الشبق عنا بالبيت او شي صوت صار صار صارين انت ربعين عارفت كيف نقول خريبي البلد يا دلي يعني حلمك ع طول مقتوش او بقطعة كهرباء او بصوت انفجار شو اللي بيترك لك الامل تترجع توقف وتكفي والله ما بعرف شي من الله مؤمن بها سمفغاري جدا 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 ايه وبحب الله كتير وبتصلي طبعا طبعا فيه ناس مثلا بتقول مش معقول الناس اللي بتشتغل تحت الاضواء او نجومية انه هول ناس بيأمنوا او بيصيروا يحللوا ويحرموا والله فيه مطالب الفرنسابي بيقول انه يعني فبداك تحت كل احساسك وقلبك وروحك وتفكر بقالله انت عم تقد انت تعرفهم كلهم بس انه عبالك 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 نقولهم على الاذاعة صور رالفي اللي بيعرفك عن رالفي اللي عم بيحورك غير شخصية هم بلاش عم يسأل هو بيعرف لا انا عبالي العالم تعرف هول القصص كمان لانه عنا ما بتعرف باسم كيف بيعرفوا شخصيات باسم لا يعني خليعا نكون انه نتطلع بال مثلا يالي هن قدوة لقلنا يالي هن الرحابنا كان يوصلوا بقى الحانوا للتصوف يعني يوصلوا لحد العبادة لحد الصلاة فانه اكيد ريليتد لبعضهم الفن والابداع وهدولي والرسم والغناء هدولي مواهد من عند الله ما فينا نغض النظر ونقول هدول ما قلونا علاقة بال ما احترام في كتير فنانين باسم اوقات مسلا منقول زمن فلين انتهى زمن فلينة انتهت بتخاف يقولوا شي مرة زمن باسم فغالي انتهى بتعيش هيدا الخوف ولا لانه ما كتير بعيشه لانه انا مش يعني كيف تقولك انا بلبو الشخصية ما ما بخلي كتير انه كحالي كباسم الانسان انه اتعرض بالشهرة انا عم بحكي الموهب تبع باسم ولا اذا انتهى شو بده اعمل بتزيح من الطريق بتخاف ما بخاف لا لا ما بخاف ليش انه ما بخاف انه يمكن فيه ناس بتحس انه دايما لازم شو بده تعمل لا تستمر هلا هو الانسان وقته يكون ممثل فيه ضل عمر يمكن ما بعرف اي عمر للسبعين سنة يجي دور يعجبه ويعملو عرفت انه اذا بعضه صحته منيحة انت شفت انه يعني مثلت انا ويوسف يلي تمثل مع هند فخري يلي تمثل مع هند قبل نمع من قديه وقت يعني الممثل ما له عمر كيف توصف تجربتك بزي ستيج بما انه صرنا حكيين عن كزا نقطة من زي ستيج كيف توصفت هالتجربة كيف بده وصفها بوصفة انه كانت تجربة كتير حلوة اول شي كان في حلقات